افم سبيسيال سانتي بايماد بونتين مع هاجر الحناشي افم احلى رجوع عسليما مرحبا بالنس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا هذي قالوا افم سبيسيال سانتي بايماد بونتين او الموقع تببي في تونس هو الوحيد اللي تلقى فيه اقرب تبيبليك وتاخذ معهم وعنده على الانترنت بش نحكيه اليوم على اصلع الولادة الاندروجيني وحضرة بحذانا دكتورة ماري مرويعي طبيبة مختصة في الامراض الجلدية والتنس وليم مرحبا بيك دكتورة بحذانا عسليما مرسي بكو هاجر بور الانفتاسيان مرسي لتوتل اكيب دي افم عايشي كاتيك ساحالي غاليك دكتورة بش نحكيه اليوم على علاج اصلاع الولادة الاندروجيني جوني غنمان والعباد يعرفو العباد اذا كان عندكم صلاع في العيل اذا كو سيختمو بش تخسر الشعار انتي دونك احنا بش نعطيوهم كيفيش نجمو نستحظو بلوز ومو على كشعر اذي كما تصلاع شفيسع فيسع اما دي جان فيسعر مشنو هو هو اصلاع الولادة الاندروجيني هذي افكتف ما صلاع الولادة بارشا نيستاو اللي تعاني منو هو يمس خمسين بالمئة من رجيل وثلاثين بالمئة من نسي هو مهوش شوت بتاع شعر مهوش شعر ما يتيحش ما يبدا يتقلص الشعر تبدأ العيارها يتقلص بشوية بشوية حتى اللي تختفي كمبليتما هو ثلاثة حاجات بتسببين فيه اولهم هي الهرمونيت الذاكرية اللي هي تعطي انفر مكتيف اسمها لديد غوتيستوستيرون وهي اللي تتسبب في المشكلة هذي ثاني حاجة هي الوراثة بطبيعة الحال جنة غالما تلقى في العائلة عند الوالد وإلا عند الجد ولا حاجة تلقى في المرشة يعاني ومنها في نفس العائلة وثالث حاجة هي السن سال على الوراثة ما تبدأش قبل السن البلوغ وفي أكثر قدم السنة قدم قدم الغيسك انها تسيبو يزيد اكثر كيفاش نشوفوها الحالة هذي تتشيف الكثير كما قلت عند الرجيل الشعار يبدأ يوخر من قدمه على الجناب احنا نسميها لزون تمبغال بعد بشوية بشوية يوالي يقدم حتى من قدم في الزون فرانتال وبعد يوالي يمس القبيعة حتى لين بغسير قدمية الكل تفرغ ويقعد كان الشعار من تالي هذيك ما يتمسش عند النساء الفرق اللي في الوسط هو اللي يبدأ يوصيع بشوية بشوية الشعر يبدأ يخف في النفو هذيك حتى لين القبيعة توالي زادة بلزو موان ظاهرة دونك التشخيص متاعه يصير بالعين المجردة جوست خبال ما نصل للتشخيص الدكتورة جنرال موالعبيدي ممكن تحب تعرف مراحل الحياة دي جامتا على الشعر كيفاش نجم تكون فضل في العادي باش نجم نوصله للسلعة الوراثي ولا حتى انواع اخرى متاع السلعة هي الشعرك كيفاش تعيش اصلا في مخنا مع في راسنا بليتو السلعة تمل بتليتها مراحل في حياتها ملول تبدأ الفاز انها متاع النمو انها تبدأ ليسقى في البلد بيلاغ متاحا ليسقى في الغاسين متاحا تطلع عندها انسختان دوري دو في بعد انسختان ماما تبدأ تموت تتقلع من الغاسين وهذيك هو الشعر اللي كيشينا غالما نمشته شعرنا يبدأ يتيح في البغوس وبعد تتيح كمبليتما وتطلع شعره اخرى في بلاستها عنا انسختان عدد معين متاع السيكل في حياتنا متاع الشعره العبيدة اللي عندهم السلعة الوراثي العدد متاع السيكل هذوما يقل بيه ايه دونك الشعر متاح ومي بدأ يتيح في عمر مباكر برشا اباق الاسباب اللي كنا اذكرنيها من بكري اللي خاصة بصلاع الوراثي الاندروجيني فمياش اسكوا اسباب اخرى تنجم تتسبب في الصلاع مباكر جنيغالماو العبد عنده نقص في الغذي وإلا تبدأ عنده الحديد من بدنه طايح وإلا تنجم تكون فهمة من الشكل متاع غصة وإلا تنجم تكون الإنسان هذيك تعدى بفترة صعيبة متاع ذخ نفسيني وإلا مرض مرضى قوية وإلا عمل عملية حاجة هذوم الكل يعطيوه تساقط في شعر نجم يكون حاد وبعد يتعدى وليمزمن ويشبه برشا للصلاع الوراثي الفرق بينه بين الصلاع الوراثي اللي الصلاع الوراثي عمره ما يمس زون التلانية متاع الشعر يمس كان القبيعة من فوق ألوك التساقط متاع الشعر اللي يكون قلة متاع تغذية وإلا فيتامينيات طايحة مالبدن وإلا ستريس تعادة به العبد يمس الشعر بكل وإس يخطوه من قدام لزون التلانية اللي بدا مركز أكثر غادي يمس الشعر بصفة عامة إذن فميش حاجة نعملوها أحنا في حياتنا اليومية خلينا نقول وإحنا تنجم تتسبب في سقوط الشعر بوغ أنه تصيرها سالعة وإلا ليه بالنسبة للصلاع الوراثي ماهوش حاجة احنا نعملوها يوميا هذي حاجة جينية موجودة في الليجانة متاع العبد مافميش حاجة احنا نعملوها بيش تظهر وإلا ما تظهرش بحقونت فما برش هدويات النجم نستعملوها بيش إنا نحطولها حد بيش ما تواصلش أكثر هيدا نشوفو التشخيص كيفش النجم نعرفو اللي صلاع اللي عنا صلاع بيرافي أندروجيني وإلا صلاع من نوع آخر ولا عنده أسباب أخر التشخيص كيما قلت لك فما اماكن معاينة الشعر بيش ينقص فيهم إذو كالحكينا فيهم والتشخيص يكون بصفة عامة مع الطبيب على العين المجردة ما نستحقوش تحاليل ساعات كي تبدأ فيما حالات مبكرة برشا ميش ذاهرة نجمو نعاونو بعضنا بإلا نعاونو رويحنا بإلا اسمه ديغموسكوب اسمه بالعربي منذار الجلد هيدا الإلا تكبرنا الشعره تكبرنا اللي نشوفو فيه وتورينا إلي أكثر من عشرين بالمئة من الشعر في الراس حجمه تقلص هيدا نجمو تعاونه في الحالات المبكرة برشا سينو بالنسبة في حالة تنسي بيسكو هو مرض تتسبب فيه الهرمونات الذكارية ساعات كي تبدأ حالة حادة وشعر يبدأ يتنيقص بكثرة نجمو نطلبو تحاليل متاع الدم سوكتو كي يبدأ فهم المرأة عندها بشكل أخرين نجمو يكونوا عندهم علاقة بالهرمونات كيما مثلا حب الشباب وإلا شعار غليظ يتلع في الوجه وإلا السمنة ووقتها نطلبو تحاليل نشوفو الهرمونات الذكارية في البدن نجمو يكونوا طالعين ولا ليه إذا كنت طالعين لوجه على السبب إذا كيموهوش طالعيني نجمو يكون جزء المستويه متحم عادي في الدم البشرة حسيسها برشة للهرمونات هذي ناكو حاجة أخرى لوجه عليها عند نسي هي ساعات فما نسيت حبوب منع الحمل اللي تكون فيها نوعية متاع بروجستيرون اللي هي تعمل نفس التأثير متاع الهرمونات الذكارية مهم اذي بالنسبة للتاشخيص كيفاش يصير العلاج متاع الصلع الوراثي الاندروجيني يا دكتورة؟ صلع الوراثي الاندروجيني هو مرض مزمن اما القينا له برشة طرق متاع العلاج اول حاجة الحب نبدأ نحكي عليها هي المينوكسيديل اللي هو هذي الموليكول هذي هي تحل الاوعية الدموية في الراس مهم اه تخلي تخلي التخلي يصلب يصلب للشعر دفاسان انها تنمو خير المينوكسيديل هذي تعتا بعووالوكال معانيها بالفاش فيشة مرتين في النهار جنرالما فيما انفاق مزيدة حرب شد شربوا مهمش موجودين في بلادنا هذي دوالي يجبوا يتاخذ المدة اعوام باش نبدأ في أقرب وقت تبدأ الدوية خطر هو يوقف المرضى ودك يوقفه نرجعه للكاس دي بارد لذلك يبدأ يخفيه على مدى طويل لكي يحافظ على الشعر الذي يقعد له وميزيت تساقط الشعر يقدم به هذا الدوية يجب أن يتعطف الفصل على الوراثية فهنا نعطيه معه لكي نعاونه قليلا لن نتحدث عن حاجات النجم ونعملها مثلا في الكابينة كما البلازماريشان بلاكيت وهو دم المريض في حظيته ونخذوه ونخذوه منه عوامل النمو ونزرقوهم بحث الشعر فهذا كدخال عوامل النمو يكونوا كونسنترية أكثر غاديو يعاونوا انها الشعر تتلعب بكثيفة بجودة خير وتكون أخشن اما بيانسور يكون مع المينوكسيديل فما فيتامينات أخرين نزرقوها بنفس الطريقة اللي نزرقو به البلازما وهي تتسمى الميزوتيرابي هو مزيج متاع فيتامينات يتزرقو بحث الشعر هكي كان نعاونوها بشتطويل خير وتكون كالتين متاحة جودتها أحسن حاجة أخرى زيدا مهمة هي التغذية لازم العابد زيدا تكون تغذية متاع ومتوازنة خاطر فما حاجات فما ديكارانسة المنتاع كيمالعابد اللي عندهم الحديد نقص ولا فيتامين ولا فيتامينات نقصين هذو كي يخليو تساقط الشعر يزيد وميخليو شدوي يكون فعال مهم دونك ننصحوا للي بسينات تكون تغذيتهم متوازنة بالبيه ونجمو حتى نعاونو ونعطيو احنا الفيتامينات نقصين هذو كي كيما الحديد والفيتامين بي والسي والبيوتين والزنك نعطيوهم احنا شربين للبسينات نعاونوه بش نكملوا مع العلاج دكتور وجوز احنا مازلنا مكلمة نتاوحاتيكش للأربعة متاع لشي نعاوضوا فكار كمان الموضوعنا اليوم ما هو علاج أسر على الوراث الاندروجين وحضر بحثنا دكتورة ماريا مرويعي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية ما تبعدوش بعيد هنا راشعين دكتورة ماريا مرويعي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية ونحكيه على الصلع الوراث الاندروجيني دونك نكملوا دكتورة مع طرق العلاج المناسبة للمشكلة هذية نحن نتاوحكينا على طرق العلاج كي تبدأ الصلع بداية وتبدأ حالة مبكرة فمحالات تبدأ متقدمة أكثر النجمو نعطيه دويات شربين اللي هو ما جني غالما دويات بش يجيو ضد الهرمونات هذو ما اللي متسبة في الصلع عند الراجل نعطيه دوي اسمه الفينستغيد شربين الموليكول وعند المرأة زيدا نعطيه نوعية أخرى متاع دويات زيدا كيف كيف تقاون من هرمونات الذكارية هذو ما شربين وبينسيق بعد ما نتاكده اللي ما فهميش حمل بالنسبة للحالات المتقدمة أكثر وكي تبدأ استابل الصلع يعني كهو الشعار معاش بش يزيد يتيح أكثر وقتها فما ترقعي ليش أخرى اللي هي سواء زرع الخالية جذعية يعني ليس لسوش نخذوها من البلايس اللي ما زال فيهم شعار قوي من تالي ونزرقوهم دي غيكتو ما بحث الشعر وإلا نجمو نعطيه زرع شعر كيف كيف نخذوهم الزون التيلانية متاع الرأس ونزرعوه من قديم ما في الحالة هذي لازم تكون الصلع او لا تستابل بش هكيكا ما يعودش يتيح الشعر اللي زرعناه ويقعد الغزلتا معنا متكامل وزمنا في النقطة متاع الزرع زمنا الدوبة من في قبلتي نبدأ وقت عملية الزرع خاطر شنا غالما ما يتفكر الزرع بعد ما سايي السلعة كبرت وعندها برشة معناها بعتش فماش عارف المنطقة هذيك لا افكتيف ما الزرع يقعد هو الحل الخريني وقتها اللي تبدأ السلعة متقدمة السخطو تبدأ ويقفة ليش قاعدة تديدة قدم الكتب قبل الزرع كما حكينا قبله عنا برشة طرق علاج أسهل وأقل مكلفة أقل وتتطلب أقل وقت إذا كو فاما نقطة مرحلة بلوتون قولوا فيه سايي معاش نجم ونعملوا حات شاي ذيك هو اللي سارسار وإلا ليه بيانسور كما قلت لك هذي الشعر يبدأ حجمه يتقلص ويتيح ويقعد أشك فوه كل ما تطلع الشعر تطلع بحجم أصغر حتى لين تختفي بطريقة نهائيا وقتها نقولوا اللي ما عادش بيش يكون فعدو هذي فميش طرق وقايا ولا حماية بش نجمو نوقفوا لصلاع الوراثي هذي وإلا ليه صلاع هذي ويراثي ما فيهش حتى طريقة متاع وقايا خطر هذو كالجينات اللي موجودين في البدن إما الحاجة المهمة هو أنه يكون تشخيصه مبكر هكاكا نجمو نوقفوه في وقت مبكر وما نخسروش أكثر الشعر طايح خطر هو الأدوية اللي احنا نقترحوهم الكل هما يفن ستابيليزيلا مالذي يعني بش يوقفوها فكالاستاد اللي هي وصلت له وماذيبو الباسيون يخفي دويه ماذيبها مهيش بش ديس تقدم بها أكثر وليزمو كامل يقعدو على طويل قد ما تزيد تقدم في مرحلة المرضى هذي قد ما يكون الدويه انتجا متاع وتكون أقل هيت نحاصله دكتورة شنون أكثر أهم النقاط اللي نجمو نحطوه في بالنا في الموضوع متاعنا اليوم أهل أهم النقاط أنها أصل على الوراثية والتي هي مرض يتشاف بكثرة في مش كين في بلادنا باختمو دون الموت أهل لزم تتشخص على بكري على خاطر كل ما تبدأ الدوي على بكري كل ما النجمو نحطوه لها حد في وقت مبكر أهم حاجة في الأهم مساج نحب نعديه اليوم هو أنه صحيح الدويه موجودة بكثرة وعن نتوا برشة أسلحة ضد الصلاحة الوراثية لكن أهم حاجة هو أنه العبد يواظب على دويه على خاطر الدويه اللي يعاني الكل سيدات خيط من سوسبنسيف يعني يوقفوا المرضى كيف توقف على الدويه يرجع الشعار يتساقط يتيح بالطريقة اللي كان فيها نوك هذيك عليش لازم على مرة السنوات العبد يقد يستعمل في نفس الدويه ويكمل يواصل بهم وميقصش عليهم بالكل لازم المواظبة يعطيك صحة دكتورة بارك الله فيك على التفضيحات اللي قدمتهم نكنت بحثينا دكتورة مريم ريعي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية وكون نحكينا على أسلع الوراثي شو بياخر بش نحكيه على تأثير القلب على الأوعية الدموية والتأثير التدخين على القلب والأوعية الدموية بش نكون حاضر بحثينا الدكتور ذكر لهذا الطبيب مختص في أمراض القلب وشرعيين ماذا بعدوش بعيد هنا رشعين بش نحكيه على تأثير التدخين على القلب والأوعية الدموية وقد ما نحكيه على الدخان وقد ما نحكيه على المذار المتاعو بش نحكيه على تأثير تدخين على القلب والشعرين قل قال فمع بيت حتى هنا والله يخدوا معايا راهما رفيت نعلم في أميسيون على الدخان قالوا لي تو الدخان يصحوا ينتكيف فيهما فمش بداخل فرويري والقلب والأوعوق متاع البدان ويخدوا معايا في الأميسيون راه ويعرفوا جيني غالما الكلم اللي قاعدين يقولوا فيه نقول دي ما قد ما نفكره وقد ما نقوله بقي بي هيت نقولولهم كيفاش ناجمي أثر الدخان على القلب والشعرين متاع البدان خطر قد ما نحكيه على تدخين وقد ما نحكيه على المذار المتاعو وقد ما كل يوم نشوفه في الأختار المتاعو ونشوفه لي كمليكاسيون واشنو صاير في العباد بالخص الصغار وكل يوم نشوفه في ناس اخرين قاعدين تكيفوا فما صغار يدخلوا قاعدين يدخلوا ونشوفوا عبارة عدقة قد قدام الكولاج توى قدام الليسيينievesي وقدش صغارين يتكيفوا من الجنسين وفيش بش اثر عليهم معدعة القايل يقول علاش التدخين يذر شرعين القلب اللي هو يدخل مريئتين وراه هو هو ورا يزمن عبيد يعرفه راب تدخين مش مادة واحدة راي تدخين بارش مواد. راي تمشي من ثنية يوكسيد الكربون. من احد يوكسيد الكربون السيولي هو زنزانة. اللي فيه القطران اللي هو يضر الرئتين ويضر الاسفاق هو غير لكل مع تلفم والحنجرة ولا ويضر يضر القصبة الهوائية. فيه حتى مواد متع الارسينيك مواد سامة. فيه مواد فيه حتى شوية كيغوزين متع الطيارات اللي هو مصرطن. مواد مصرطنة. كل الواحد هو الدخان انا فيه مبارشة مواد كل واحدة تمشي الجهاز. به. عندك اللي يمشي الجهاز القصبات الهوائية والرئتين. وفهم اللي يمشي للقلب والشرائين. وفهم يعمل مواد مواد مصرطنة يمشي لسرطان في الجسم كل. وفهم اللي يمشي حتى المثانا يعني شكارة متاع البول. وفهم اللي يعمل الامراض السرطانية متاع شكارة متاع البول من جراء التدخين. يعني يضرب في الاماكن كل آآ هذك عليش ديمة النبهه. من ناحية القلب. عليش يضرب القلب. عليش الخلية متاع القلب ولا خلية اللي اللي في وسط الشريان من داخل اللي اللي هي خلية مهمة يسر. مهمة يسر. عليش خطر تخلي الشريان يبدأ لين. تخليه سوبل. مش معاتها الشريان اللين معاتها كي يطلع ضغط متاع الدم. هو يتحل. وكي ينقص ضغط متاع الدم هو ينكمش. يعني الليونة هذك تخليه. تخلي شريان ولا سماوها عضو في الجسم. شريان توا بالدفنيسيون جديدة. شريان تاع الجسم كل ولت عضو. عضو خطرها تخطي حية. حية ما هيش توب. ما هيش كواتشو ماشي. هي تتحرك. تتنقص الضغط وتزيد الضغط. انتي بالدخان شنو تعمل لها؟ بالدخان ضايق لها لا فانكشون تيح. تولي توب. تولي توب كينو بلاستيك وبعد يولي توب ان برسولين. في الاخر وقت تكثر لكالسفكاتيون. نسميها حتى لوقت تولي لوقت ان برسولين. لوقت وليت عضو ولت اسمها كيمة الكبدة وكيمة القلب. لوقت وليت عضو في الجسم. احنا اش نعملوا بالتدخين نردوها في الاخر ردوها نوع من الفخار من جراء الكالسفكاتيون يصيروا هدومة. من جراء فقدين السليول هدية للحركة متاحة. فقدين الفنكشون متاحة. بشوية بشوية تبدأ هي كتفقد الفنكشون متاحة. يكثر عليها الضغط ويدخل لها يدخل لها الكوليستيرول ويدخل لها الاتكلسات. وتب تتكون في العصاد الي هو لاتيغزكليغوظ. ولاتيغوزكليغووظ يبدأ لسد بشوية بشوية كي يسد الارق بشوية تساميوها ذبحة صدرية ولا ساميوها انسداد في شرعين الرجل ولا ساميوه انسداد في شرعين طاعة الدماغ. ويذا كانت سكرyunنا نهائيا يعمل جلطة قلبية. ولا يعمل جلطة دماغية ولا يعمل جلطة في الرجلين. الى هي ناتجة عنها القطعة الرجلين إنه كما ما تتسرحش بسرعة. يعني هذي هي شن ہو يعمل التدخين مش ملخص عمري اشن ملا تشغار بش نفاهمه الناس كل لي اسمعوا فينا توه راوا يعمل هيخوخة مبكرة متاع شري نعم يعني شمعاتها د الشيخوخة مبكرة كيمة ترى جلدا بتاع بنيدم عمره خمسا وسبعين سناء مش كيمة ترى جلدا متاع آآ انسان عمره عشرين سناء هذيك الشرايين انسان يكون عمره خمسة و странين سناء ويدخن يقول لك إنا حتى كنا نتكيف نترينة ونكل في ميكلة صحية ماني حتى كنا نتكيف موش بشي اثر فيه. مفهوم خطأ وخطير جدا. علش? إذا كان انت دخن ومتعملش الرياضة. أقل خطورة من انك تدخن وتعمل الرياضة. إذا كان دخن وتعمل الرياضة انت عرضا للموت الفجئي. نشوفوا برشا رياضيين يتوفاوا على الملعب يقول لك القلب توقف. هذا كخطر ممكن عمل سيجاره في الميتان ولا ممكن عمل سيجاره بعد تخلي يلعب. هذي كانت نجم بتعمله انسداد فجئي في الشريين متاع القلب. وبعد يتوفى بجلدة قلبية وبعد جلدة قلبية تصير هداية توقف متاع التوقف متاع القلب. يعني مفهوم ان الرياضة وتدخين خير من تدخين بدون رياضة مفهوم خطأ. حتى لو كانت تعمل رياضة وتاكل في ميكلة صحية وتتكيف بش يجيوك المدار بش يجيوك معناه. بش يجيو المدار. التدخيني نجم يأثر على القلب دو الكمية اللي انتي لقعت تتكيف فيها ولا اللي خاطر فان ما زيد اشكون. يقولوا. يقول لك مثلا نتكيف في ثلاثة اربع سواجر في النهار. شبش يعملوا لي تتكيف في شيشة في النهار مثلا مش عارفين ساعة الشيشة اللي هي اتعس من الدخاء. دونك شنو وان نجمه قولون. يعطيك صحة سؤال خد سؤال مهم ياسر. واذاك علاش فما ناس التدخين السلبي مضر. فما ناس يموتوا وتزالهم امراض من التدخين السلبي. خلي عاد اللي يقول لك انا نتكيف وما نخزنش. وانا نتكيف في سيجارو بركزو سواجر. السيجارو هذيك متعرش عليه وقتش يجيك. يجي في وقت ممكن انتي تبدأ شو يحمل ماء. دي ازدغتي ناجم يجيك وانتي تاعب ويجيك انتي نبضات تعالقلب متاعك مرتفعة برشة ولا ما تغشش. ولا يجيك في الليل. في الليل خاطة تنقص حتى اللرمونات اللي اللي ترتح القلب ناقصة تبدأ في اخر الليل. هذيك عليش السيجارو في الفرش هذيك من اخطر من اخطر السجار حتى كان سيجارو واحد في النهارة. هذيك عليش الكمية بتاع تدخين ما عندهش علاقة بالمضر. ما عنده ثلاثة اربعة سواقر كيمازوز با كويت في بعض الحيان في المضر. وقل لك انا ندخر وما نخزنش هذا مفهوم خاطئ. كيف كيف تتي تدخين السلبي يضر. في العالم عليك المليار ونص اللي عندهم عندهم مشاكل من جراء تدخين منهم ثمانيمائة الف مدخن سلبي. يعني انساء ما عندهم حتى دم برجلها يتكيف وجيها امراض متاع سرطان الرئة ولا سرطان المثانة في جرة هي ما تكيفت شو رجلها يتكيف معها فرد غرفة. دانك تدخين السلبي مضر. تدخين يقول لك ما نخزنش مضر كيف كيف ما تدخين هو يخزن. يقول لك نعمل اربعة خمسة سواقر في النهار كيف كيف نفس الخطورة متاع واحد يختباكه في اثنين. اسكوا المدخن واعي اللي علاقته بالسيجارو وعلاقة ادمان واللي يقول لك. المدخن واعي. المدخن واعي. بالأخير. طوى حتى دراسات تعاملوا فما تسع تدخين في المياه من المدخنين يعرفوه لهو مختر. لكن كيفاش نخرجو من الادمان هدي. هدي هو الصعيب. في بلادنا صعيب اش؟ بإليش صعيب على خطر ما فاماش مواد متاع المعاوضة. المواد اللي تعاوض التدخين. شوبتوش في تورس فما ما فاماش الكلا شوي. اللي ليكوتيين عن شوي. ما فاماش اللي باش تلقاهم بالسيف. ساعات يجيو ساعات ما جيوش. المواد اللي تعاوض ماتلاه حتى التدخين الألكتروني يرى ويخفف. صحيح ما هوش حاجة سايف معتلا مش حاجة م ممتازة للصحة نقوله للصغير خدوها. لا. ما زمش نبدأوا ندخنوا بها ساعة. التدخين الالكتروني. ما زمش نبدأوا به هو. خاطر فيه كمية بتاع نيكوتين يعني تعود جسم على نيكوتين هو ما كانش يتكيف. لك البداية بها ممنوعة. هنالك مواد مش تخرج من التدخين. يعني يسان يكون يدخن ياخذ الالكتروني. يخفف له على قليل نقصه القدراني. نقصه الحاجات المذرة للرئتين. مذرة للأنف والحنجرة. حتى لين يتخلص من تدخين تدريجين. خطر نيكوتين خطورته على القلب ما هيش كبيرة ياسر صحيح. يطلع شوية في نبضات القلب. يطلع ساعات في يعمل شوية ارتفاع بتاع ضغط الدم وساعات. حتى هبوط في ضغط الدم. مم. لكن النيكوتين في حد ذاته ما هوش بالخطورة بتاع تدخين كله. مم. كنا نشبدو على الوسائلة اللي قليعة على التدخين اللي مجنعة غالما وطاوة لعبين. حتى طروا نشوفه في الشباب بسخطوه في المراهقين. آآ تلقاها ما كانش تكايف. ما يعرفش السيجارو هو. تلقاها يبدو مثلا بالسيجاريت آآ إلكترونيك. يقول لك آآ هوا ريحة بنينا. يجوا نبدلوا المطعم. يجوا نبدلوا القوج. يجوا فما فازة جديدة. يبدوا بشوي بشوي يبدوا يجاربوا في الحاجات هذي. وقت اللي هي سبوزي نرم المو نجم تعاونك باش تتخلص انتي من الدخان والسيجارو اللي هو غالما مذر بالصحة. دون كيفاش نجمو آآ نوعيوهم الشباب هذوما. آآ يمشو في صحيحة خالي نقول واحنا لهذي لهذي. التواعي كما اللي تعمل في هندي توا هذه التواعي ان شاء الله يسمعون الشباب كل يقعدين يحضروا في الامتحانات توا ورب ينجحهم. التواعي فما التواعي فما الصحة العمومية يعني صال الوسائل متاع التواعي متاع وزارة الصحة اللي هي ومضات اللي هما الصغار معاش يسمعوها برشة صغار ولا ديما كونكتي اكثر يزم يلقاوها يلقاوها في شخصيات مشهورة عند الصغار يزم واحد الشخصية اللي يحبوها الصغار اللي رابر ولا زم هما يجيوا يحكيو يحكيوهم على آآ خطورة تدخين وخطورة الانك تبدأ بالهذي التدخين الالكتروني اللي هي وسيلة متاع اقلاع راه هي دواء هي دواء ضد التدخين ما زمش نبدأ بالدواء مانتي ما عندكش مرض. دوك هادا المساج المتعدل للصغار وما هيش لعبة راي ما هيش قو ما هيش فاح ولا ولا حاجة مش تتعمل بها جو راهي هذيك وسيلة مش فهمة ناس يمنعون منها من الامراض. ويزم يدولي شوية مراقبة اكثر على آآ المتاع اللي اسمو اللي كيدا ذيك اللي قاعد يتحط على خطورة هنشوفو في آآ بلدان اخرى اوروبية متقدمة خلي نقولو احنا اللي كيدا ذيك تاخدو من الفرماسية تاخد بيه كشي بالطبيب متاعك تعرف شنو فيه شنو ما فيهوش احنا ما شاء الله هم بيعو في آآ وين ما جاي وكيف ما جاي والعبادي يخذو فيه ويستهلكو في انا وارخصونا وريحتو من ناحية القوانين وتشريعات متاعنا نقسين برشة احنا في الموضوع هذي. صحيح يزم التشريعات تكون تابعة للتطورات وانا وقعد التطورة الناس يدخلوا في حاجات معنا كل يوم يدخلوا في حاجة جديدة. آآ ذاك عليش تشريعات نزمها تتبع رك الدخل في حاجة في وسط ريئتان متاعك را. يزم كترد بالك. ما كيما واحد يرد بالو على ماكلته وشنو ياكل وشنية الحاجة البنينة وحاجة موش البنينة يزم يعرف رك تدخل في بدنك وش تدخل في السيكولاسيون صنجين مع تراول كي تقول كرا يدخل في رويري بركة من رويري راهي شبكة كاملة متاع متاع عشرين تعديد طول الدم الحاجة اللي تنافسها تستنشقها يعني رك الدخل في حاجة لجسمك يزم كتعرفها شنية تعرف مصدرها وتعرف الكموزيزيون بتاح. بنسبة للتباشفة آآ دكتور جاني غالمان توا قاعدين نشوفهم وكل مرة تعتقد تندانس جديدة. توافهم برش عبيد مغرومين برشة بتباشفة ويقلك تباشفة اقل مظار من التدخين ونجم يعاوني بش نباطل الدخان. اسكو اقل مظار من التدخين صحيح اسكو نجم يعاونك ش باطل الدخان ولا لي. وقديش المدة يليزم كتستهلك فيها ولا تستعمل فيها الايلة هذية خلينا نقول واحنا ولا المادة هذية بش نجم تباطل ديفينيتيف من الدخان. خطر ديما الهدف مفكروا اللي اي حاجة اخرى بتستعمل لها راي بش تبطل بها مش بش تعاوض للسيجار والعاتم. كما قلت انتي توافت تباشفة ميزمش يبدأ بيه الصغير ميزمش الشباب يبدأوا بيه هو الولاني ميزمش كون فيها الوان زاهية ميزمش كون فيها حاجات تجبض للشباب راو هو وسيلة راو وسيلة اقلاع على التدخين. راو مكتوبة في الاتجاهات اللي تعطيهم للجامعية الاوروبية لامراض القلب والجامعيات العالمية لامراض القلب. يقول لك الاقلاع من التدخين توجه المريضة متاعك للتباشفة. بش نقص لك الاحتراق خطر ما هوش نفس الاحتراق. الدرجة متاع الاحتراق اقل برشة من التدخين العادي. الحرارة متاع الحرارة متاع السيجارة اقل برشة. القدرون براتيكمو اقل تسعين في المياه من السيجارة عادية. يعني بش نقص برشة وبالطاريك تاريونز هذا المرضى متاعنا نعطيهم انا نواصيهم بش ياخدوا السيجارة التباشفة السيجارة الالكترونية شوفة. بش تنقص له تحسنه على اقل في التنافس متاعه. خاطر هذيك بش تنقص لك الحاجات اللي تضر في القصابات الهوائية وللي تضر في الشعيرات اللي موجودة في القصابات الهوائية. خاطر احنا بتعرفوا عنا الشعيرات يخدموا كلموج يخرجوا يخرجوا كل اوسيخ والغبرة والتلوث متاع الطبيعة. وقلي دي تكايف الدخان العادي باك القدران هذيك تفقد الشعيرات هذي ولي كل شي يدخل. وقلي دي تكايف دخان مفيش قدران مع تبش تاخد دينكوتين باركة منو. ما هوش بش يذور لك الشعيرات هذي بش حافظ على قل على القصابات الهوائية بش يدخل الاكسيجين خير للجسم. ما هو تسعين في المياه مبدئيا خير من التدخين العادي لكن هو وسيلة متاع اقلاع دي ما ما ننسيوش رأى وسيلة اقلاع ما هيش وسيلة متاع تدخين. باسكو التبش فيه وسيجارية الالكترونيكي نجم وقولوا علي معهم فما تدخين سلبي ولا مش كما الدخان العادي. لا ما فيهم مش برشة تدخين سلبي مع اقل برشة. اقل كما قلتك لي مر خطورة بتاهم اقل تسعين في المياه من من سجارة عادية. هيت نحوصله دكتور شنوه نجمه نقوله شنوه نجمه اهام الحاجات اللي يزم انحطوهم في بالنا فيما يخص موضوعنا ليوم تأثير التدخين على القلب والاوعي الدموي. اهم حاجة بالنسبة المدخن يزم تعلمو يزمو يعرف يزمو الشاب يعرف ليهو اراو فما شيخوخة مبكر باش تسير لك الشرائين منتعك. اراو ما تسعاش شيخوخة مبكرة. او كما البنات ماذا بيهم جلدتهم دي مباهي ماذا بيهم دي ما ياخذوا كريمة جديدة وحاة جديدة. علش? علش تدخن وانتي باش تعمل شيخوخة. اراو بعد في ثلاثين سنين رك باش توليد كينك مرأة وعمرها خمسين سنين. علش? علش نوصلوا للدرجة هدية معتها. نعرف هم محافظين على جسمهم. كمل حافظ على جسمك بالتوقيف على التدخين. هده مساج يزمو يتعدى للشباب من ناحية هده. المساجة الثانية يزمو يتعدى. بالنسبة الانسان اللي مرضو قبل مرض انتع قلب رك اذا كان باش تتكمل في تدخين رك باش تعود تمرض رك ما فهمة حتى هروب مكش باش تهرب. راو انسان عنده سكر ويتكيف وعمره خمسة وخمسين سنة راو باش يعمل مرض متاع شرايين. انا متأكد مية في المية باش يجيه يا في القلب يا في الدماغ يا في الرجلين. هيدا حاجة مؤكدة ما عتموش باش يقول من بعد يا ما في باليش راني يمرض. رك باش تمرض. انا راه. انا بساعات فما ناس يتخفوني فما ناس قرأوا معي وكننا رعبوا لكرة وبعضنا. وبعد الراه يجيه يمشي يقف. مينجمشي كمل يمشي. خطر شرايين تعرج ليه تتساكرت. ما فهميش عليش عبد يكبر في روحه هو مازال صغير. ناوك هذي ميساج زمن عادي. وميساج الثالث على التباشوفي. راه هي وسيلة اقلاع. يزمن نفهمه. وسيلة اقلاع ما نبدوش بها. اما فيك وسيلة اقلاع هي وسيلة جيدة جدا للإقلاع. وحتى الاطباء ينصحوا به. باقي جستما ومدة الاقلاع اذا كان استعملوا التباشوفي ولا السيغرات الاكترونيك قديش يزمها تكون ومز مش تفوت قديش. هو نسبة بالنيكوتين كل عبد يختلف. ونسبة كفيش نجم يخرج من الانسان من التدخين ومن الادمان على النيكوتين مختلفة بنسبة كل عبد وهو الكمية متاعو فما عبد على ثلاثة اربعة سواجر في النهار يولي مدمن على النيكوتين فما يزوز بكويت يبدأ ما هوش مدمن. والدوك كل واحد كيفيش الحالة متاعو بشي نجم يقلع يزمو يتعدى على قلب ستة اشهر على الاقل. فما واحد يقول لك في الاخر كرهت ريحة الدخان. هذيك حاجة كبيرة يسر بعناها. كيقول لك كرهت ريحة الدخان. دوك الاقلاب بشي والي اسهر في الوقت ذاك. بي يعطيك ساحة دوك كان عندك حاجة تحب ديفها تفاضل. لا ما عنديش حاجة نزيدها ديما انا نعمل على الشباب نعمل على اللي زين فلونسور الكبار اللي يحبوهم الشباب المغنين المماثلين وكل يزموهم يعطيوه المثل الصغير راو راو كيت راه عبدي تكيف وسور توه اللي يبدأ عنده سكر وتكيف هو صغير راو تعرفوا بش يمرض متأكد اللي هو بش يمرض في خمسين سنة. بي يعطيك ساحة دكتور بركة اللي وفيك على التوضيحات اللي قدمتونا. كان باحدين الدكتور ذكر ليهيذ بطبي مختص في امراض القلب والشرايين. كنا حكينا على تأثير التدخين على القلب والشرايين. شوي اخر بشكون باحدين مادام مريم زيوة اخصائية تغذية العلاجيب. نحكيه على تأثير مشروب التطاقة على الشباب والتلاميذ. ما تبعدوش بعيد هنا راجعين. واحد ايكش للاربعمة على عشاء. جيد بحثينا مادام مريم زيوة مختصة في اتغذية العلاجيب. نحكيه على تأثير مشروب التطاقة على الشباب والتلاميذ. مرحبا بك مادام بحثينا. عايش كاتيك ساحة اللي يخليك. دون قبل ما ندخل ونحكيه في صلب الموضوع مادام مريم. خطر الصغار والشبيب وحتى العبيد الكبار شوية معنى يستهلكم برشا المشروبات الطاقة هذه وشخطوه جايين آآ 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 آآني جيت كمان رجعي قضية عدد عشرين تسعة وخمسين استير عقل تكلمت يا سر شمعناك برشة كلامك ما فيدنا في حتى شيء ويظهور لي معض عندك ما تزيد يا سيدي وما يسكت سيئة أو وانتي يصير قلب في هالمكافحة ما قلت لنا حتى شيء يظهور لي سلم وما بشتتكلم وتقول لحقيقة الكل سيدي انا حاضر وقررت باشا نقول كل شي هيا الحمد لله عليك اكتب يا ولدي 21-00 القلب يتقلم كلام القلب كل يوم متسعى اللحديش متعليل واحترخ الحناشي على EFM أحلى رجوع أرجعنا لكم من جديد ونكونا نحكيه مدام مريم على المشروبات الطاقة عظومة سيخطوه جين لذيك زماء والامتحانات الكبيرة وفمع برش عباد يشربوا برش المشروبات هذين مش بير مش تعطيهم الطاقة بالحق أما احنا هيتا جوهو دجا شنو هم المشروبات هذو ما لي هما يتسميوا مشروبات الطاقة أسكو فيهم مواد ضارة بهين وهم شبهين الدخليلي متاحهم شنوها فيه خالي نقول احنا بش نعرف النجم ونفصلوا الموضوع متاعنا بالقديم بي اول حاجة هيجر انا نحبهم متسعيراتنا يفون لديفيرانس مع من بوصن انرجيتك وين بوصن انرجيتك البوصن انرجيتك هي فيها الماء متكونة من الماء والسكر فيها ديزلكتروليد كي ما سوديوم شوية ملح فيها دي فيتامين دي منيرو حاجة تلبي كي ما نقوله طالبات لابدن صورتو كي واحد عندو ان جران افور فيزيك وايلمانتال البوصن انرجيتك هي متكونة من ماء والسكر ويلزم يجزيج يكون فيها اموان انستيميلان يعني اموان حق منشط فيها هذي الفرق بينهم فسعات صغيرات نراهو يفون بالا ديفيرانس ما يفارقوش بينهم الزوس بي دونك ساعة احنا الهني انقولو انبوز الكستيان اسك معنى هاتوا كينجي نشوفو المنظمة المنظمة الاوروبية الا اكزيجي من الفورنسور متاع البوصن انرجيتك انهم يزيدوا ان اتكايت بشي يقولو انها انترديد اوزنفان او فام انصنة او فام اللي تنت دونك احنا كيجي نشوفو ان انفان سلون المنظمة الواميس هوا دولانيسانس ادسويتان دونك ديجا لا البوصن انرجيتك نواما ميزموش يشربها الاقل من دسويتان دونك مي مي الواقع يقول غير هاك خات تشوفهم حتى صغار معنى ستة و سبعة سنين راو يشربوا فيهم مش حتى ان اروب راو وقتش احنا في تونس عنا الاتيكات اذي ولا لي اه جنسي مي نعرف الريد بول سوات نغل ما سمي سمحني اه معناتها اي شوف اي اي برودي دول اي يلزم لاتيكات هذيك بي داكوردو دونك احنا او او نمبر سا سوغمان نتصور معناتها لاتيكات هذيك موجودة اغير صغار اي فان ما اتتنشن بي بي مي الواقع يقول غيراك يقول حتى فماراو بلس كساكن پرسان دي اتتنش 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 قاعدين ي حي اللي تنجم تخلاقها مشروبية الطاقة هذية اذا كننخذوها في عمر صغير ولا حتى مباعد مانا هذي دجا حتى 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 لس adult ثم كمية معينة معتا مي لازم كش تفوتها مه لازم 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 في فرق الاثار ذه مانتهم تعالي نغون فرق الاثار وهذي كي يوض نجم وصلهم حتى للصراع كي يعملوا انشور كونسوماتي ومعتا يشربوا اكثر من لازم تأثر لهم زي دات نجم على لانك تعملهم الديابيت تعملهم السمنة السكر تأثر لهم على الغد الكاذارية وزيد من الهرمون متاع سترس هي شنوها هي لدون الإلليزيون دوني دوني دلينيرجي ستون إلليزيون عندها يظهر لنا هي بزيد في الإنرجي لكن هي تعمل تعمل كي من كوت فوي عرفت وحد إلي في نيان تاعب وانتي تدزو يعمل دو پا يقوم دو پا لكن بعد يرجع كيل عادة ترجع ترجع تأكثر دوني لانترم ندون بالإنرجي تأتي كهك لن لبس التنصري وخذك دو ممو كنقول احنا فيها منشط شيجيك هيجر في مخ يجيك الإدمان أي حاجة فيه منشطات أو عرضة أكثر للإدمان كيف كيف السكر كيف أي منشطات أخرى هكا والي دونك الإدمان حاجة ديجا ميش سهلة دونك إذا من نعمل معظم منه صغيراتنا الحاجة الثانية اللي تنجم تعملك السكر تنجم تعملك تأثر لك العدد الكاذرية دونك تزيدك في أرمون السترس هذيك عليش الصغار ولا كبار اللي يعملوا معتها إفراد في إنهم يخذوها يصير يصير لهم لانكسيتي معناتها كل أحباط انكسيتي وزيدة تأثر لهم عن النوم أحنا شو نقول قد ما ترقد بالكدف الليل قد ما أرمون الكروسان سمتيح أرمون هذيك تكثر وهذي الكل عليش على خاطر الخصائص سمتيحة شنو فيها فيها سكر أبار سكر فيها اللي هما اللي عوضوا سكر وهذو كالكيمة الاسبغتام وكيمة سكرالوس برشة حاجات كيمة الاسبغتام وكل نسميهم أحنا دينوغو توكسين معتها حاجات ديتوكسين يأثروا العصاب على خاطر عليش خاطر عندهم نفس خصائص البستيسيد خصائص المويد بالضبط عندهم نفس الخصائص دونك ديجا لا احنا كنقول فيها السكر ونسبة كبيرة من السكر يعني انتي ان كانت ميتين وخمسين مليلتر تلقى فيها مع بين 36 حتى توصل لـ 120 انتي والنوعية حتى لـ 120 جرام دي سكر اللي احنا الانسان نورمال اللي يتغذ على 200 كالوري بر جور يفوت 10% بالسكر ربي اللي هو موجود في الكنيت معت ديجا فهمت هذي الكنيت واحدة هذي محكينيش على زيد الكورون والإيف متاح هم على العصاب وزيد فيها الكافيين بصيفة كما نقول وconcentrate أكثر من معنت يمكن اللي في وست هو الحق استمولون كاللي فهمت على الإثار الذهنية اللي عملها وتوصل حتى للصراع كي تعمل إفرات من البوصن إنرجيزان دونك هذي كهو اللي خوف حاجة أخرى سامحني فيها دي كمبوزانت كمال فيتامين بي دوز وكل دونك نيس ساعة تدخل تقول احنا قبير نقول بوصن إنرجيتي في مينغو دي فيتامين فاي قولك آه هاي فيه بالصحة فيه كمبلكس فيتامين بي دوز بي تروى البي سانك لكن نحن لابدان لفيتامين هذو كأن احنا ما حشناش بيهم حتى كي نشربوهما معملو لحتى شيء يمشيوا في الدي شيء فمت مانت إلنو ساستوك با فمش ميقال المشاكل في القلب علش نقوله للصغيرات يزيما ميشوفو الانطير ميشوفو البعيد ميشوفوش تاو تاو ينجم في وقتية معنتها حاجة وقتية إنه يعطيك الطاقة لكن الانطير ميسبب لك مرض القلبية يسبب لك السكر يسبب لك السمنة يسبب لك المشاكل الغضة الكاظرية ويزيد في هورمون يعملك لانكسيتي ويعملك زد الإفراط الظهني اللي وصل حتى للسرعة إحنا كيفاش نجمو نسحايلو عليهم خطر انت تعالش اللي هما إلي ذاقوها بشي قدو دي ما يطلبوا فيها فهمت حتى كيفش تقول لهم بشي عملك صغير ما يفهمك ش وهي أصلا قدمو للمشروب ذايا في اللول خطر هما صغير ما يعفوش هك أسهل لأنك تنحيال وخير ملي ذاق وبعض تقول لي دونك أسكو فما بدائل صحية أخرى نجمو نغشو بها خالي نقول واحنا صغير كيمة لاتورين عليش قلت لك راو ساعات تغلط تغلط عليش يقول فيها كومبليكس فيتامين بي فيها لاتورين لاتورين يدخل على ترين تلقى بيها لفحة هي بيها لسير وعن في بدنا ونلقاوها في الحم ونلقاوها في الليمول مع تولي زويتر مالي هوم الكوكياج هيدو كبتع البحر نلقاوها في الحليب وفي الفروماج دونك التورين نلقاوها في الشامبين بكتة كمية صغيرة بالنسبة الكافيين نلقاوه في القهوة نلقاوه ونزيدو شوي عصل صغيرة تلقاوه في تيل ماتشا زيد اللي تري ريش ان كافيين مي أنا بالف الف سي قاندر متاع إنك تخذ 5 تاز دو كافي وإلى 6 تاز كافي يعني تري ريش ان الماتشا اللي تري ريش ان كافي لكن مع ديش في سي قاندر متاع الكافيين نعوذوه مدوم الصغار نعوذوه مدوم الصغار مش أم ولا نوتريسيونيس كي تقولولي ولا المدسين كي تقولولي خطر أنا جد سمحني دي ما ساعدنا نستعمل كلمة نغشوهم بالصغار مية وغير المو تجمش تغش مرا الصغار خاطر بالرس نسوحتو صغار تاو فاقين خلي تجمش تقولولي بدل بهذي وتعدي علي ويسهم بالحق اللي هي يديك مذرة ومهيش باية تاو واحد واحد ومعاش يطلب ومعاش يدور بات تقولولي انفي مستقبل لبلي انتي رك في يدك تنحيها تضر روحك تحب تضر روحك تقولولي ما ناسا عم تاع وشنو ينجم يصير لك الانتير متخلي هو يبخ لدي سيح ببتت ريب بالاريت دو جور ولان دمان سي كن صن بلس ك 3 بار جور لكن ينجم يبدأ ينقص قلو عيش والدي نقص روحك وهاك وهاك ويبدأ هو نقص وبعد نحية ويعوذها كان كما قد لك تلقاها في الحم وفي رويد مير وفي البرودي وكان كافيين تلقاها في القهوة وكما تلقاها في الكاكاو وزيد الكاكاو وليت ريش ومانيزيوم دونك الصحي فيمت بي يعتك ساحة مانا كان عنك حاجة تحبذي فإذا فإذا جابنا بيني يعتك ساحة برك الله في كانت بحدينا مادام مريم زيوة أخصائية تتغذية العلاج يكونا حكينا على تأثير مشروبية التطاقة على أشابي بواء التلاميذ مرسي الملك معاليو في الأعداد مرسي الأمين في الأخراج مرسي زماليئنا في EFM TV كان معكم هجر حانيشي باي باي في الأمان اشتركوا في القناة